تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز يكشف عن أن الشباب والقاصرين الإيرانيين يواجهون كارثة وجودية في ظل ممارسات السلطات القمعية ضد التظاهرات المستمرة في إيران منذ شهرين الصحيفة ذكرت أن السلطات تستدف ألاف القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما لمشاركتهم في الاحتجاجات مؤكدة قتل خمسين قاصرا في الأقل وفق مقابلات مع ناشطين ومحامين إيرانيين وذوي القتلى مصادر الصحيفة أكدت تعرض الشباب والقاصرين للضرب والاعتقال والاستهداف بالرصاص والقتل في الشوارع فضلا عن تعطيل حياة عدد لا يحصى من الإيرانيين بسبب دهم المدارس والجامعات منظمات حقوقية ذكرت من جهتها أن النظام الإيراني يرد على المتظاهرين من القاصرين بالعنف نفسه الذي يستخدمه ضد البالغين من إطلاق الرصاص والضرب حتى الموت وصولا إلى اعتقالهم وزجهم في زنازين البالغين واستجواب الأطفال وذويهم التظاهرات المسامرة في إيران منذ شهرين بسبب قتل شرطة الأخلاق الشابة مهسى أميني يبدو أنها تؤرق النظام الإيراني وتؤلمه لدرجة دفعت محكمة إيرانية إلى أصدر أول حكم بالإعدام على متظاهر أدين بتهمة نشر الفساد في الأرض على حين تحدثت أنباء أن 227 نائباً برلمانياً دعوا إلى إعدام المتظاهرين في الشوارع قبل أن يتراجعوا لكثرة الانتقادات الداخلية والخارجية شهران مر على التظاهرات استخدم فيهماً نظام الإيراني كل أدوات القمع الوحشية لكن هذه الأدوات لم تثني الشعب الإيراني عن مطالباته بإسقاط نظام كان ولا يزال سبباً في مأساتهم ومأسات شعوب المنطقة من سوريا إلى اليمن